اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتح فاق التواصل معكم السمعين لاستقبال رأيكم ولحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شانه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام أرقام التواصل معنا وتخبركم عنها الدكتورة ند الملة صبح جرلا بالخير دكتورة صبحكم الله بالخير والنور والسرور في يوم الأحد اللي يحبه كل أحد إن شاء الله تكون بداية تسبوع موافقة للجميع وندخل الأسبوع بروح إيجابية بعد الإجازة الجميلة أرقام التواصل معنا ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على أكاونت نور دبي وأكاونت هيئة الصحة في دبي على الإنستجرام طبعاً هاي قنوات التواصل عشان تطرشون نوع ملاحظة شكوى شكر لتحسين خدمات هيئة الصحة بشكل عام وخدمات تحسين القطاع الصحي بشكل عام في الإمارات أنت ليش بده ده اليوم أول يوم في السبوع بعدنا نمود الإجازة ومحمود عافية يعني بعدنا نسخن شوي شوي مع البرنامج بعد يعني بعد بداية هذا نحمي بعدنا طيب ما دري ميرا أسمى معانا ولا شوي قبل لا تطلع أسمى ويانا ما أنا أعطيكم دراسة تقول أن مواليد هذا الشهر الأكثر نجاحاً أظهر الدراسة الجديدة أن الأشخاص من مواليد شهر سبتمبر يملكون احتمالية أكبر للنجاح من مواليد الأشهر الأخرى ووفقاً للدراسة التي قامت بها جامعة تورينتو وفلوريدا ونورث على طلاب المدارس الثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية والذين ولدوا عام 94 و2000 فقد اتضح أن الطلاب الذين ولدوا في شهر سبتمبر يمتلكون ثقة أكبر وترتفع نسبة دخولهم إلى الجامعات عن مواليد باقي الشهور ويعود السبب الرئيسي لنجاح مواليد شهر التاسع بسبب بداية السنة الدراسية في أغلب الدول بشهر سبتمبر ما يجعلهم الأكبر سناً بين زملائهم في نفس السنة الدراسية فيما يكون مواليد أغسطس الأصغر سناً في نفس العمر الدراسي وقالت الدراسة أن فارق الأشهر يعطي الطلاب نضجاً أكبر لمواليد الشهر التاسع من زملائهم مما يعطيهم ثقة أكبر للتفوق والنجاح شو رأيك أنت في الدراسة؟ والله يعني منطقية أنه ممكن يكون مفسروها على أساس أن المواليد هذين يكونون أكبر في الصف لكن بالنسبة لي لا أنا أعتقد أن معدل الذكاء والنجاح يرتبط بشكل أساسي بمعطيات أخرى ما لها علاقة بالشهر صحيح والله يا محمود يعني ما أحسن العلاقة بالشهر ممكن تلاقي حتى طفلين مولودين في نفس الشهر وبينهم أيام ولكن معدل ذكاهم يكون مختلف وهاي محمود بس حاب أعطي رسالة الأمرات أنت شهر مولودة؟ أنا شهر ستة والحمد لله لا أنا وله أنا شهر ستة هو شهر حداش ويطلع تدرس شهر سبتمبر أي من أي شهر أنت مولود؟ ثلاثة ولا أحد منه؟ ما علي لنظر أسما تشاهف حالت صباح البرد يا أسما صباح النور بكارة هلا شخبارت تمام الحمد لله شخباركم لناكم اليوم سعيد شكرا والأحد اللي حبك الأحد صحيح والحلف هالأحد أني يصدف اليوم الوطني السعودي كل عامهم خير شعبنا شعبنا خضر ودربهم خضر والحياة خضرة إن شاء الله دربنا كلنا أخضر إن شاء الله أسما شو عندنا جديد في وسائل تواصل اجتماعي ثلاثة أيام طافة؟ الثلاثة أيام طافة وكان طبعا يصادف 21 سبتمبر هو يوم العالمي للزهايمر فكنا نحن مركزين في موضوع التوعية الخاص بهذا الموضوع مثلا الفرق بين دماغ المريض السعودي ودماغ الطبيعي وش الأعراض البعض يظن الأعراض فقد النسيان لكن في أعراض واحد كثيرة نتمنى أنهم يتابعونا على تويتر وإنستجرام عشان يعرفون كل المعلومات اللي حطيناها غير هذا كنا بعد أيضا نحب النوة أن مركز زبيل التبرع بالدم أطلق تطبيق دمي الذكي تطبيقها رح يساعد المتبرعين يعني ما لديه أي أسير وتن في المركز ومن الأستبيان ولها أخلص أموري كلها في البيت أو أنا في الدرب ومن أوصى هناك أتبرع وخلص فوايد يعني حتى في كاتغريس حق أنها متبرع ثلاثينيوم ولا متبرع دايم ممتاز ووايد في أشياء حلوة في هذا التطبيق نتمنى أن الكل ينزل موجود على الآيو إس والأندرويد اسم الدمي ممتاز شكرا لك يا عزمان هارج سعيد نهارك مسعد طيب في أحد يقول شو عن ارتفاع رسوم الولادة القيصرية في مستشفى دبي ممكن السبب السبب يعني الآن تم يعني وضع أسعار جديدة وفق النظم النظم اللي معمول فيها لأن خلاص مستشفيات هيئة الصحة بدأت تستقبل التيمين الصحي ها دكتورة؟ صحيح فتم يعني وضع هذه الأسعار وإلى أنا عرفة بعد كذلك أن الموضوع يعني حتى في وجود الأسعار وكذا الموضوع يكون يعني لحد ما ممكن مجدول بشكل أحضل من نظرة يكون في نظرة احنا ما نعرفها أو سياسة وكلش يكون مدروس محمود يعني هالأسعار اللي تزيد أو النسوئي التغيير في الأسعار كلها يكون مدروسة بس أنا أعتقد أن هي نفس الأسعار يمكن في السابق تغيرت شوية دكتورة؟ هذه اختلاق بسيطة بسيطة يلا عموما هذا هو السبب نعتقد لأنه خاص بالتأمين بالتأمين الصحي عموما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله سنتواصل معكم صحة وسعادة صعد الله وقاتكم مرتين أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا برنامج التي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع مؤسسة دبي للعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا ضمن مبادرات مستشفى دبي لعام الخير أطلقت شعبة الخدمة الاجتماعية بمستشفى دبي يوم الأربعاء الماضي مبادرة أهلا بعامنا الهجري الجديد التي تستهدف أطفال مرضى السرطان في المستشفى بتكلم معنا عن هذه المبادرة وأهدافها والية تنفيذها الأخذ كفا الماطري رئيس شعبة الخدمة الاجتماعية في مستشفى دبي صباحك الله بالخير كفا صباحك ورديا كفا ونورتي الستوديو صباحك الله بالخير والسرور ممكن تعطينا بس فكرة عامة شو المبادرة وشو كان الهدف منها أول شيء أسلم على المستمعين في المستمعين إذاعة نور دبي بداية ضمن توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان بتسمية عام 2017 بعمل خير ومن ثم توجيهات مدير التنفيذي لمستشفى دبي الدكتور عبد الرحمن الجسمي والدكتور المدير شؤون المالية والإدارية الدكتور خلدون وليد نبهان ووجلهم تحية من إذاعة نور دبي على دعمهم الدائم بتسمية أيضا عام 2017 بعمل خير ودعم إدارتي الموقرة دائما لي ولشعبة الخدمة الاجتماعية في تطوير خدماتنا وتقديم ما نستطيع فيه تخفيف عن المرضى سواء بالدعم المعنوي قبل المادي مبادرة أهلا بعمل الهجر الجديد كانت ضمن فئات الأطفال مرضى السرطان هذه المبادرة أطلقت يوم الأربعاء مناسبة العام الهجر الجديد ضمن فكرة جديدة تطرح الشعبة تعرفين أختي خلود عندنا العام الهجري مش دائما للأسف يعني مش دائما أنه معروف أكثر الأشياء التي تطلع في العام الميلادي صحيح فاخترت أنا فئة الأطفال عشان أنا أنمي يعني أنمي فيهم الذي هو الشعار الديني هذا صحيح ونوضح لهم أنه في عام هجري هجري ضمن الشعار الإسلامية فجاءت فكرة المبادرة من هذه الناحية سميناها التي هي أهلا بعامنا الهجري الديني الجديد ممتاز شو آلية التنفيذ المبادرة شو كان الفعالية ضمن المبادرة هذه آلية التنفيذ المبادرة تم التواصل من قبل مكتب الخدمة الاجتماعية مع قسم الأطفال المرضى السرطان تم التواصل معهم بحصر عداد المرضى الموجودين في القسم وتم توزيع الهدايا للأطفال واخذ الصورة التذكارية معهم كذلك حتى خلال المبادرة تعفين عزيزتي كان شيء جدا جميل أنه كان يسألون الفئات الأسيوية الجنسيات الأسيوية كانت تسأل من الاسم نيو يير اسلامي نيو يير فجذبهم الاسم أنه أول مرة يعرفون أنه عام جديد هجري ديني فكانت الحساس الذي شعرت فيه في وجوه وايد استانست منه النوا وأنه فيه عام ديني هجري جديد عندنا هم متعودين دائما عن نيو يير صحيح نحن نتمنى لكم التوفيق نحن ما نروح بعيد عن مستشفى دبي بعدنا في مستشفى دبي وما نتكلم عن نظام لحماية المواليد الجدد من الاختطاف أو التبديل في مستشفيات هيئة الصحة بدبي معنا أستاذ فؤاد شاب مدير إدارة التمريض في مستشفى دبي هذا ضمن النظام الأمني لحماية المرضى أدخلت هيئة الصحة مؤخرا نظام عناق وقبلات يعني الاسم غريب شوية هذا النظام في غرف الولادة وإقسام الحماية إقسام الأطفال لحماية الأطفال من الاختطاف والتبديل أستاذ فؤاد خبرنا عن هذا الموضوع أو شيء شو هذا نظام حماية الأطفال الذي تم تطبيقه في مستشفى دبي وأيضا في مستشفى لطيفة مؤخرا حيث يأتي هذا النظام ضمن أولويات هيئة الصحة بدبي وإدخالها العديد من الخدمات والأنظمة الذكية ضمن المنظومة الصحية كما نعلم جميعا تولي هيئة الصحة اهتمامها بسلامة المرضى جميعا لكن هناك أهمية خاصة لحماية الأطفال وحديثي الولادة حيث تم الاستعانة بهذا النظام ليحل مكان الطرق التقليدية لو نتكلم شوي زيادة عن النظام وكيف يعمل الاسم غريب عناق وقبلات الاسم الصحيح من الشركة المصنعة لهذا النظام اسمه نظام تتبع الأطفال infant tracking system لكن يحتوي النظام على شريحتين ذكيتين إحداهما توضع عند الأم في معصم الأم والأخرى في قدم الطفل وتربط في رباط خاص بهما الشريحتين الذكيتين التي توضع عند الأم تسمى الكيسز القبلات والتي توضع عند الطفل يسمى هاكز فيجل اسم عناق وقبلات للأم والطفل مع بعض ممتاز طبعا هذا النظام ذكي مثل ما قلت هو لتجنب لحماية المواليد من الخطاف والتبديد هل كان في تدريب معين الكادر الطبي توعيل الأمهات بهذا النظام الجديد قبل التدريب دكتورة النظام كيف يشتغل نعم كيف يشتغل النظام نعم النظام مثل ما ذكرت يحتوي على شريحتين ذكيتين إحداهما عند الأم والأخرى عند الطفل يتم وضع المعصم وضع اسوارة في معصم الأم وأخرى في معصم أو في قدم الطفل عند الولادة عند الولادة يتم تزاوج الشريحتين معا في النظام فالنظام النظام يعرف أنه هذا الطفل والأم سويا نفس الطفل لهذه الأم هذا الأم فهذا طبعا يحمي الطفل بعدين من الخلط المتعمد أو غير متعمد أو أي خطأ أي شيء اسمه مسماتش يعني ما بين الطفل والأم السيستم مباشرة يعطي يعطي انذار والمرضات تنتبهوا للموضوع فهذه الخطوة الأولى أو الفائد الأولى هو عدم تبديل الأطفال لأنه من البداية صار في تزاوج أو تطابق الشريحتين سويا حتى وتبدأ من عنبر الولادة وينتقل الطفل والأم إلى قسم ما بعد الولادة حتى الخروج من المستشفى عند الخروج فقط تزال الشريحتين ومن عند الأم الطفل فالحماية الأولى النظام إذن يفعل في البداية فيه موجود في في سيرفر فمجرد يصير التزاوج يعرف الجهاز يتعرف أنه هذه الأم وهذا الطفل سويا الخطوة الثانية هي فترة الحماية غير أنه الخلق ما بين الأطفال هي حماية الأطفال من الخروج غير المصرح به أو الكلمة الأكبر متعرفة للخطف هل يحدث خطف ممكن يكون حد متعمد يأتي لي أخو الطفل الحمد لله ما حصلت عندنا في المستشفى الحمد لله ما حصلت حتى مجتمع يعني ما نحتصى مجتمع عاماً يعني ما نعم لكن الاحتياط واجب الاحتياط واجب نعم والرائع أن الواحد يتعلم من أخطاء أو الحوادث التي تحدث في المستشفى الأخرى ضرر أنا أريد أن أسأل هنا سؤال أنتم دكاتر وتشتغلون في الحقل الطبي الآن نحن نعرف دائماً يقولون الأجهزة الإلكترونية لها تأثير سلبي على الجسم لها يعني إشعاعات وما إشعاعات فنحط مثل هذه الشغلة حق الجنين دكتور هل هذه مسألة آمنة أم لا؟ أتوقع الجهاز ما حمول ما يطلع أي نوع منه عن إشعاعات هو مثل ما مثل الجهاز التلفون أو الآيباد يطلع موجات هل لا يطلع موجات معينة هو مع اقتراب الإسوارة في الطفل من الأم أعتقد هو الذي يستوي مثل السنسر أو استشعار لكنه لا يطلق موجات لو يطلق موجات يعني معناه لا يكون فيه محيط للموجات وهذا بس أتوقع الجهاز لا يطلق موجات أحيان السؤال عندي سؤالين طبعاً الطفل الصغير دائماً يتحمم أو يعطونا يسبحونا في المستشفى فهل يتأثر عمل الجهاز رقم واحد رقم اثنين لما نيب الطفل للأم في المستشفى فهل الأم من يجرب الطفل منها يسوي عندها مثل يطلع مثلاً ليلة أخضر أو يطلع عندها هزاز أو أن هذا طفلها الصحيح طيب النقطة كانت من حماية الأطفال أول شي من الخلط والنقطة الثانية الرئيسية للنظام عشان هيك اسمه أو الخطف هو حماية الطفل من الخطف أي حد يأخذ الطفل غير مصرح له يطلع بره القسم القسم طبعاً فيه شبكة كاملة في القسم شبكة حماية مجرد الاقتراب من أي مخارج القسم أي باب من أبواب القسم يغلق تغلق الأبواب وتماتيكياً مش بس ألارم وتماتيكياً كل الأبواب تغلق يعني ما فيه خروج طلعما الطفل عنده هالتاج هاي موجودة في معصمه ويطلع بره القسم لازم يكون إذا الممرضة بتاخده لإجراء معين خارج القسم فيه شيء بتسويه بالنظام قبل ما تطلع وإلا القسم يغلق بالكامل ممتاز جميل بالنسبة لل السؤال اللي كان على الإشعاعات أو شيء لا الجهازات الأجهزة لا تصدر أي إشعاعات أبداً وهي طبعاً مصرح فيها عالمياً وفيه دراسات كثيرة عن الموضوع ومرخص عالمياً ما فيه أي أذى للطفل في حال تعرضه للماء هل يشتغل لكن بالنسبة للتعرض للماء ما فيه أي مشكلة أبداً هذا الجهاز يوضع عند الطفل لا عند الخروج من المستشفى الماء بيأثر عليه أي ماء ما يحمي جاء محمي كامل أي حماية كاملة لا يؤثر عليه أي شيء ممتاز لكن ممكن الواحد يشك إذا واحد يخطف طفل ممكن يجي قص الرباط اللي موجود مثلاً ويطلع مجرد يتم قص الرباط اللي موجود السيستم كله يعطي انذار كامل تغلق كل أبواب مباشرة ما في مجال الخروج محمول الخروج تتذكر ممتاز نرجحك سؤال اللي كان في البداية دكتورة اللي هو تدريب الممرضات على استخدامه والانذارة تطلع منه نعم تم تدريب الممرضات في الأقسام اللي ذكرت يعني عن بر الولادة ومباع المباعدة كل الأقسام اللي طبق فيها النظام تم تدريبهم كامل عن طريق الشركة الموردة وعن طريق مختصين في النظام وما في ممرضة مسموحة تستعمل للنظام إلا ما تكون تأكدوا ووقعوا لها أنه تدربت في الكامل لكن بنفس الوقت نخبر الأهل الأهل بيكونوا قلقين غير عم بتحط اسم على المريض عم بتحط له اسوارة عليها الاسم عم بتحط اسوارة ثانية عليها شريحة مش معروفة شي طبعا هاي مسؤولية التمريض في القسم شرح كامل أهل المريض بمزايا النظام طبعا وأنه هذه حماية هل بيتم تعميمها في باقي المستشيات دكتور حاليا طبق في مستشفى دبي ومستشفى لطيفة طبعا الخطبة الثانية مستشفى حتى إن شاء الله إن شاء الله لأن كانوا يسئلون هل سيعمم على المستشفى حتى طيب في الصوت بعيد ومش واضح سامحونا أنا على بالي الصوت واضح عموما صباحكم خير طيب دكتور يعني قبل أن نختم معاكم نحن إذا تبغي توجه كلمة قبل أن نختم نعم حماية الأطفال بل وحماية كل المرضى هي من أول اهتمامات هيئة الصحة بدبي وهذا نظام ذكي وتطبيق ذكي وإحنا طبعا تماشى مع التكنولوجيا الموجودة إن شاء الله هيئة الصحة طبعا كما نرى فلا تبخل في إدخال أي نظام جديد من شأنه حماية وسلامة المرضى لتقديم أفضل خدمات يا إن شاء الله شكرا شكرا وأيضا وفرتوا شغل أظن على جماعة قوم كفة على النظام هذا شوي يريحوكم والخدمة الاجتماعية شكرا لكم لستاذة كفة الماضري رئيس شعبة الخدمة الاجتماعية في مستشفى دبي وكل الشكر لستاذة فواتشهاب مدير إدارة التمريض في مستشفى دبي نتمنى لكم التوفيق الدائم بعد الفاصل إن شاء الله من الصديف معنا دكتور مروان الملة ما نتكلم عن التنظيم الصحي وفي بعض الأشياء بعض المحاور ما نتكلم فيها مع الدكتور مروان فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي طبعا معنا في الستوديو الدكتور مروان الملة مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي ومدير مكتب المدير العام دكتور مروان صبح كالله بالخير صبح كالله بالنور نحن يعني ما نتكلم عن التنظيم الصحي وما نتكلم عن عاوية أمور لكن تسمحت لنا أننا نحن نأخذ اتصال قبل نبلش معاك الحوار فنتعرف على الأخ ألو ألو صباح الخير صباح جورد أنا نوار هيا نوار بس حبي أشكر هيئة الصحة في دبي تفضلي يعني تصالي هو شكر ومسؤال تفضلي حبي أشكر هيئة الصحة ومستشفى دبي وخصوصا بجي أشكر الدكتورة آمنة لمهاري بقسم أمراض الدم بالمستشفى ما شاء الله شكرا لأنه يعني من خلال برنامجكم أنا تعرفت على الدكتورة وهي حلت لمشكلة عمعاني منها من سنين آمنة صففناها من أسبوع الأطاف دكتورة آمنة والأمعاض الدم أنا كنت عمعاني من مشكلة بتخزين الحديد بجسمي دائما عندي فقرب الدم ومن سنوات عم روح على مشافي ومراكز وأعمل تحاليل وإتعالج وكله من دون الجدوى من دون صائدة بعد ما جرت المستشفى ودكتورة شافتني وعملت لي الصقوصات اللازمة وحلت المشكلة اللي عمعاني منها فأنا بس حبيت أشكرها طبعا هذا ما غريب عن المستشفى يعني بس لأنه أول مرة بتعامل مع الدكتورة فحبيت أشكر شكرا لك رسالة الإيجابية شكرا لك نهار تسعي شكرا لك يا نمواص شكرا لك رسالة الإيجابية حبيب شكرا طيب نعود إلى التنظيم الصحي هذه واحدة من الإدارات المهمة جدا في هيئة الصحة بدبي تعنا بالكثير من المواضيع ومنها دكتور الرقابة على القطاع الخاص في إمارة دبي نحن نبغي نتحدث عن الآليات العاملة عندكم في الإدارة نبغي نوعي شوية الجمهور بأن هناك الكثير من المهام التي تقوم بها هذه الإدارة وأيضا أثناء الحوار ممكن نستقبل أي سؤال اللي عندهم أي سؤال في هذا الإطار تفضل دكتور أكيد إدارة التنظيم الصحي معنية بترخيص المهنيين والمنشآت الصحية في إمارة دبي وجزء مهم من مهامها هي التفتيش على العيادات والمستشفات الخاصة التفتيش يكون عن طريق عدة وسائل منها الزيارات العشوائية نحن نهدف لزيارة كل منشآة براندوم أو عشوائي مرتين في السنة ممتاز أوكي بالإضافة إلى مبادرة نحن استحدثناها من سنتين هي مبادرة وياك هي الزيارة المعلنة فيها تركيز على الثقة مع القطاع الخاص ممتاز أن زيارة تكون يعني معروف متى الفريق رح يزور العيادة وفي مثل قائمة بالمواد المفروض تواجدها يعني هي قائمة أو ممتاز فهذا نهدف إلى أن العيادة والمستشفى يقوم بتوفير الأشياء هذه قبل ما نحن نفتش صحيح وحتى يقومون بالتأكد من هذه النقاط اللازم توفرها بشكل دوري سواء فتشنا أو لا ممتاز أوكي وللاحظنا أن الحمد لله عدد المخالفات نقص يعني نحن عندنا القائمة هذه سنة 2015 كانت عدد المخالفات 540 2016 484 و2017 اليوم 998 ما شاء الله يعني ورغم من ذلك عدد جمال زيارات تفتيشية زادت بس المخالفات نقصت طلبت لو نقارن بين 2015 و2017 كانت نسبة المخالفات 9.6% الآن نسبة المخالفات 3.8% يعني الدكتور كانت المخالفات أكثر لما كانت حملات التفتيش أقل الآن الحملات التفتيش أكثر والمخالفات قلت نحن نهدف لسلامة المرضى يعني ما نهدف لجمع المخالفات صحيح وفي تقبل يعني من أغلب العيادات والمشاة الصحية أن يلتزمون القوانين ولأنه بينها تعاون مستمر يعني ممتاز دكتور مرون شو أكثر الأشياء تركزون عليها خلال حملات التفتيش هذه طبعا يعني الأشياء الأساسية أن هذا الشخص اللي شغال في العيادة مرخص ولا لا هل هو مرخص وفق نطاقة ترخيص له أو يعني يشتغل في مجال غير مجال من زين أن تأكل ما تكون شغالة وفيها مثل يعني فحص دوري صحيح نزين ونحن بعد نستقبل يعني كل الملاحظات الجمهور يعني إذا في أحد عنده شك بخصوص عيادة أو ممارسة طبية يقدر يتواصل معنا عن طريق وصل صوتك نزين أو عن طريق إيميل الريقليشن اللي هو regulation at dha.gov.ae ممتاز ونحن نقوم بسيارة للتأكد من الموضوع هذا جميل لاحظت أنا بدأ فيه اهتمام من الممرضين للمرض ما فهمت شو السؤال عموما دكتور يعني هناك بعض الإجراءات اللي أنتو تقومون فيها منها إيقاف المؤقت للمنشأ الصحي ويمكن يكون فيه إيقاف دايم سواء للمنشأ سواء للطبيب سواء للعامل في هذا القطاع ممكن يكون بشكل أو بآخر فتعرفنا عن هذه الإجراءات يعني الإيقاف نحن ما نأخذ بشكل سهل الإيقاف إذا كان فيه خطورة جمع على سلامة المرضى يتم الإيقاف أما إذا فيه تعاون المنشأة إذا فيه بعض النقاط الناقصة المفروض توفرها نعطيهم فرصة شهر أو شهرين حسب المخالفة للتحسين لأنه هدفنا نحن نوقف الخدمة إيقاف الخدمة سيأثر على سلامة المرضى سيترتب عليه ضغط وحتى في علاج تكملة العلاج للمرضى صحيح طبعا دكتور مروان لما أجد لابدون تفتيش حمال تفتيش يكون فيه قائمة بالمخالفات أو نقوم بالملاحظات المنشأة طبيعيا لازم يكون فيه متابعة لتنفيذ هذه الملاحظات أو التوصيات فبالعادة المتابعة تكون معلنة أو غير معلنة لما تتابعون معهم تنفيذ ملاحظات أو توصيات مالتكم حسب المخالفة إذا نحن أعطيناهم فرصة فتكون فرصة واضحة مثلا ثلاث شهر يعدلون النواقص ونحن نقوم بزيارة وإذا كانت مخالفة خلاص على طول نسميها نفس الوقت نعطي المخالفة هذا نقوم بزيارة غير معلنة حتى نتأكد مثلا إذا عيادة تقوم التشغيل أفراد غير مرخصين المرسل يعني الدكتورة ندى الحين عندها شهادة طب وجرحة عامة زين وحاطة استشاري زين ويأت واشتغلت وشذا فهي حاطة استشارية ونتو خالفتوها أنهي مبسوية وكذا دكتور فيحق لها تتظلم على كل القرارات لها يعني للشخص والمنشأة لها الحق في التظلم خلال شهر والتظلم هي لجنة محايدة يعني حتى عضاء اللجنة خارج دار التنظيم الصحي نحن دورنا بس نقوم بأعداد الملفات وعرضها على اللجنة وهم اللي يقررون يعني حسب عشان ما يكون تحيز يعني نفس الشخص اللي خالف هو اللي ينظر للتظلم فتكون لجنة محايدة تماما طبعا عشان ما في في سياسة تحيز عدكم دكتور أنتم مجموعة من الأنظمة الذكية والأنظمة الإلكترونية اللي تم يعني إنشاءها في إدارة التنظيم الصحي أظن التفتيش بعد كذلك يخضع لنظام ذكي كذلك صحيح صحيح خبرنا عنه يعني إدخال المعلومات أو معلومات التفتيش سواء كانت مخالفات أو معلومات روتينية يكون عن طريق الموبايل عن طريق نظام شريان وحتى إذا فيه يعني حاجة لأخذ الصور يأخذون الصور يحملون على النظام على طول ونحن الحين في الهيئة إن شاء الله نقوم ب أعداد تصور لبرنامج جديد إلكتروني نزين فحتى يعني مع بداية البرنامج قمنا بعاقد ورشة عمل مع القطاع الخاص تأخذ آراءهم ومقترحاتهم بخصوص النظام الحالي وكيفية تحسين النظام في المستقبل ممتاز أيضا دكتور أنتم في إدارة التنظيم الصحي يعني عندكم الكثير من المشاريع الكبيرة القوية وأيضا عندكم الكثير من الاهتمام يمكن أكثر شغلة تهم الناس دائما يسئلون عنها في موضوع السياسات والتشريعات التي توضع في عملية تنظيم الشكاوى الطبية يعني من بدل الأشياء ممكن أنتم تعتمدون على الشكاوى هذه مثلا للانتقال إلى التفتيش على هذه المراكز أم مثل ما ذكرت أنت هي عملية روتينية نحن نسويها بشكل دوري ولكن هذا ما يمنع أننا قد تكون هناك بعض الشكاوى التي ترد من قبل الجمهور فشو هي أرقام التواصل معكم كيف ممكن يتواصلون إذا واحد عنده شكوى معينة يبغي يشتك على عيادة يبغي يشتك على المستشفى يبغي يشتك على طبيب نحن نحول يعني حتى تكون وسائل التواصل واضحة وسهلة للجميع أنها تكون موحدة يعني ثمانمية ثلاثة أربعة ثلين وهي ثمانمية دية ممتاز ووصل صوتك بعد وبعد هذه الخطوة نحن نقوم بتواصل مع العميل وشرح الخطوات يعني المطلوبة طيب بالنسبة للخطوات التي تنظون فيها في عملية استقبال الشكاوى من قبل المريض وأنا أدري ما تحضرك أرقام نحن ما أدري إذا تحضرك أرقام الشكاوى مالة 2017 دكتور لا بس بشكل عام نحن ناخذ آخر السنة يعني منشوف لكن يعني آلية استقبال الشكاوى من قبل المتعامل على عيادة أو على مريض أو على أي شخص يقعدين يسئلون يعني يقولون أنه فيه أخطاء طبية كوايد وما وما زال يحتاج متابع وتفتيش مفاجأ أكيد أكيد تفتيش مفاجأ مثل ما قلت مرتين في السنة لكل عيادة وإذا كانت العيادة هاي مخالفة بعد نزيد يعني مش بس مرتين بس إذا كانت العيادة تمشي صح وما فيه أي مشاكل ويتكون بس مرتين أوكي وإذا فيه أي شكوى طبي شكوى طبية يعني فنحن نقوم بالتحقيق حسب عنا آلية محددة إذا فيه ضرر حصل على المريض وإذا يعني متبعوا الخطوات المتطلب يعني اتخاذها نقوم بالتحقيق لجنة نزيد للتحقيق في هذا الموضوع ونمشي في الإجراءات حسب النظام يعني شكرا لكم سلام عليكم شكرا على جهودكم لكن بعض المنشآت الخاصة بحاجة إلى تكثيف الرقابة والتفتيش عليها هذا من ضمن الأسئلة اللي يتنام فيه دائما تكون في ملاحظات متكرر دكتور مروان لميونة المرضى في العيادة فيقولك أنا لقيت مخالفة على المنشآة معينة والمنشآة اللي الحين شغالة فلو الميز له مثل ما تفضلت في البداية أن الفرق بين أنواع الملاحظات ممكن ملاحظة كأنا متعامل لا أشتغل في القطاع الطبي أحسه شيء كبير ولكن من وجه نظر التنظيم الصحي تكون ملاحظة ممكن نقول لا تستوجب أن أوقف عمل من المشآة بس ممكن أعطي مثلا انذار أو توجيه أو توصية فممكن تميز تعطي للمتعاملين شو الفرق بالملاحظات اللي ممكن توصل لكم يعني شوفي إذا في خطورة على حياة المرضى أوكي مثلا إذا جهاز التعقيم مشغل والعيادة ما راضية تجيب جهاز التعقيم هذا ما فيه مفر يعني لازم نسكر العيادة والحمد لله هذا ما حصل يعني مثلا في 2017 ما حصل نزيل بس إذا كانت مخالفات نعتبرها يعني متوسطة يعني ممكن حلها نزيل أكيد يعني نعطي فرصة للقطاع الخاص أن يحسن وضعهم وما في مشكلة طيب دكتور هنا فيه سؤال يعني هذا أنا أبغي أخذك منذج شوية لأن فيه بعض المفاهيم الخاطئة عند الناس يقول صباح أخير أنا دفعت 7000 درهم علاج عن الثعلبة وهي عبارة عن 6 جلسات في عيادة خاصة ولكن بدون فايدة والسعر للعلاج مبالغ فيه وريد أقدم شكوى كيف الإجراء بحامل يقول هذا يعتبر يعني يقدر يقدر من شكوى إلى إدارة تنمية الاقتصادية إنزين كحقوق المستهلك لأنه هو اعتراض على السعر يبغي يتكلم عن العيادة يقول أنا ما حصلت الفايدة اللي أنا أبغيها يقول من ناحية لهذه لكن أنتو ممكن تكون عملية العلاج نفسها دكتور يعني الدكتور ما عنده عصصة سحرية ممكن أن يقول لك صحيح صحيح بس أنتو يكون على البروتوكول للطبي اللي اتبع صحيح يعني نحن من ناحية الأسعار هذا مع الدارة الاقتصادية أم من ناحية العلاج نفسه أوكي يعني ننظر نشوف الموضوع هل يعني العلاج اللي قدمه علاج معتمد أوكي ولا يعني علاج هل كان علاج صحيح يعني أو لا لحالته صحيح طيب نبغي تركيز على عيادات التجميل في واحد المستمعين يقول عبد الرحمن الحصى يقول نبغي تركيز عيادات التجميل أتوقع دكتور مروان تلاقي يعني واحد تلاقي الأسئلة تكون عن العلاجات التجميلية بالعادة لأن الناس توقع مثل ما قال أخوي محمود يعني العصر السحرية أنا أدخل وأطلع حصلا تيجي 100% بس أكيد فيه اختلاف اتجابة العلاج عشان نكون شفافين في الضرح فيها أرواح وفي ناس تأذى ومن هذا الموضوع هاي مسؤولية فرد محمود أنا شوف شقة معها مرخصة ولا لا لكن أيضا مسؤولية الجهات المختصة أنها توفر الرقابة اللازمة على هذا الموضوع لكن هذا ما يمنع أنه فيه مسؤولية تقع لعاتق الفرد هاي دكتور صحيح وبعد يعني نحن نبغي تعاون قطاع يعني الأفراد في هذا الموضوع إذا شافوا أي ملاحظة أنه فيه شقة أو مثلا تقديم علاج في فندق إذا شكوا في الموضوع يخبروننا نحن نحن بنتخذ اللازم بالتعاون مع الجهات الأخرى لأن الحين مثلا في السوشال ميدا تشوف يعني تطلع إعلانات وتشوف العيادة مش مرخصة أو حتى مش عيادة أصلا في صالونات حتى تقدم خدمات طبية غير مرخصة تكون فنحن كثير يعني توصلنا الملاحظات والله فتحت موضوع وايد مهم دكتور بس ناخذ أم سيف وبرجع تفضلي يا أم سيف السرعة معيكم السلام شكرا أخبركم خير اختصري لي أم سيف عندي أربع دقائق بس إن شاء الله إذا كنت الله خير طبعا أنا وصل لي بروسكاست أن في دكتور زائر يعالج بهق وتوجهت للعيادة هي عيادة خاصة في دبي وطبعا هما يأخذوا الأنشرة أصريت أني أدفع ثمانمية عقبها اكتشفت أن الدكتور نصب يطلب عشر تلاف أحول لأسبانيا لشان هو يحول لي الدوام عشر تلاف درهم عقبعا أنا ما حولت وهو فويت شكوى وللأسف أنه ما حد توالي في لأيومك هذا عندك رقم الشكوى عندي والله في الدوام خذي رقمهم سيف خليه عندك نأخذ منك رقم الشكوى ونشوف وين وصلوا فيها الجماعة مشكورة شكرا للأمانة دكتور نحن كل الشكاوى التي نسواء تحت الهو أو على الهو نحولها ما شاء الله عليكم تفاعل مباشر ورد سريع أنا أبغي أذكر ليلة الحداد بالاسم لأنها دائما معانا في هذا الموضوع لكن دكتور أنت فتحت موضوع السوشال ميديا يا ربي السوشال ميديا كل يوم دوة وكل يوم عيادة وكل يوم أنا أستغرب من الناس كيف يأخذ دوة من السوشال ميديا أو كيف يتوجه لهذا يعني مثل مثل أم سيفة حينها راحت على برودكاست صحي وعيادة وكذا وغيرة فهني أبغي أبغي دكتور تعليقك على هذا الموضوع يعني نحن لازم نكون حذرين من السوشال ميديا يعني السوشال ميديا يركزون على الإيجابيات أكثر من السلبيات وفي أي مجال يعني أي تدخل مثلا جراحي في بعض المضاعفات قد تحصل ويصورون دكتور بالفيديو ويطرشون وكذا وفي الحسابات يحطون مثلا هذه العملية وواحد يطلع يعني حتى بعض الأحيان شفنا على مستوى دولة إمارات نتكلم بشكل عام يعني على مستوى العالم كذلك يعني بعض التصرفات أنت تقول هذا المريض مبنج وكذا والدكاتور يعني يتصرفون تصرفات غريبة صحيح صحيح يعني حاليا السوشال ميديا الترخيصي يعتبر مثل ترخيص الإعلانات تابع لوزارة الصحة بس نحن بين التعاون مستمر الزين حتى يعني إذا شفنا ممارسات غير لائقة تحصل في السوشال ميديا نقوم بالتواصل مع الوزارة ومع العيادة لوقف هذه يعني الممارسات غير صحيحة وحتى إذا في مخالفات يعني للحد من هذه التصرفات ممتاز ممتاز جدا طيب يقول برغم من ذلك والحمد لله رب العالمين تبقى جهود الهيئة في دبي مميزة وإلى الأمام شكرا لك دكتور قبل أن نختم معاك إذا حاب توجه كلمة أو نسينا نحن محور معين ما ذكرنا تفضل دكتور لا لا أنا بس بغيت أأكد أن التعاون يعني ضروري جدا ونحن نستقبل الملاحظات عن طريق وصل صوتك أوكي أو 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 لأن هالمعلومات الملاحظات تفيدنا نقوم على أثرها يعني بعقل زيارات تفتيشية المفاجئة واللي يمكن يعني نطلع فيها مخالفات صحيح طيب هنا يقول أن الدارة اقتصادية تسوي حملة توعوية بعنوان لا يقصون عليكم دكتور والله أنا 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 يعني للأمانة يا جماعة الخير حتى بتكلم يعني ما دام عندي دقيقة سمحي دكتور لأن أنا هذا الموضوع كلما أحصل الفرصة أبغي تكلم فيه موضوع أخواني وخواتي على وسائل التواصل الاجتماعي يا جماعة الخير لحد يطلب دوة لحد ياخذ يعني المواضيع الصحية أو الطبيعية الأبر محمود أبر التبيض ثم باع أبرى يعني على السوشال لدي كيف شو عرف كيف تخزن الدوة يعني كيف وصله لك إياه هل هو أصلي نقلي إذا إذا صار لك شي لا سمح الله بس بتراجع منه تشكي على من الموفق تعالوا وروح عند الريقليشن وقلهم شاسم التنظيم الصحي والله كذا 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 صار معايا وين بيطلعوا لك الرياضة ما دل وين ما أخذ الدوة ولا كيف ولا هالحساب يعني الواحد يأخذها من الأماكن الرئيسية جماعة الخير لحد يتوجه هذه التوجهات لنا غلط صحيح نزين وشتكلمنا في حلقات وحلقات عن هذا الموضوع ولكن ما تزال الأزمة مستمرة يعني الموضوع أنه برودكاست على عيادة على شغلة وسبحان الله الناس يعني يركضوا مره موضوع والله أذكر سامحني أيمن أذكر يعني واحد يمسوي فيديوتي يعني يمزح نزين فيقول يعني منتجين يقول هذين خلطوهم مع بعض وكذا وهو الرياض ما عنده شعر يعني فيطلع لك الشعر في السناب اللي بعده أو الفيديو اللي بعده حاط الله باروكا شوفوا الشعر كذا طلع عقب شوفوا الشعر كذا كابركت في الشيطان عموما وقال أنه يونك بعض الناس ويروجون لمثل هذه المنتجات والناس يركضون ورها هذا غلط جماعة الأخير انتبهوا على أنفسكم انتبهوا على الأشياء التي تأخذونها ومع شي فائدة أنت أيمن مع شي فائدة فيك عموما شكرا لك دكتور مروان الملة مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدوين نتمنى لكم التوفيق نحن إن شاء الله بتكون لنا قاعدات واحدة لأن أنتم كإدارة عندكم الكثير من المهام التي تقومون فيها فنتمنى لكم التوفيق وكل شكر لك شكرا أستاذ محمود دكتور راندى وإن شاء الله نتواصل مرة إن شاء الله يا رب شكرا لك شكرا لك دكتور راندى شكرا لك يا محمود وميرا لغفلي مشكورة وايد ما قصرتي وعطينا بس رقمهم سيف أو خل شاسم نشوف رقم الشكوى مالت وشكرا لك أيمن سرحيل وحتى الملتقى غدا إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي